بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الدالة اللغارتمية العامة ونعرفها بالشكل التالي تعريف تسمى الدالة لغارتمل x للأساس a بالدالة اللغارتمية للأساس a وتعرف العلاقة التالية y تساوي لغارتمل x للأساس a إذا وفقط إذا كان x هي a أو y وهنا الشرط عليها a يجب أن لا تساوي الواحد وأن تكون أكبر من الصفر x يجب أن تكون أكبر من الصفر وأن يكون y ينتمي إلى r إذن هذه هي الدالة للأساس هنا نعطي ملاحظات على التعريف الملاحظة الأولى إذا كان الأساس هو العدد النبري أي هو العدد e فعند إذن أسطلح على أن يكون l-o-g-a-x يساوي إلى هذا l-o-g-e هما هو إلا اللغارتم الطبيعي للأكس إذن إذا كان الأساس e فإن اللغارتم العام هو نفسه اللغارتم الطبيعي الحالة الثانية إذا كان l-a تساوي عشرة فاسترح على أن اللغارتم العشري يسمى اللغارتم باللغارتم العشري أو اللغارتم الشائع وأن يرمز له دون كتابة أساس إذن إذا لم يكتب لي أساس فأساس هذا اللغارتم هو عشرة السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك دستور لتغيير الأساس من عدد إلى آخر؟ الجواب نعم ويتم ذلك وفق الدستور التالي إذن الخاصة التالتة إذا عندي l-o-g-a-x وأريد أن أغير الأساس a إلى أي عدد آخر فهذا يتم وفق الدستور التالي الأساس الجديد مثلا b-x فتقسيم l-o-g الأساس القديم للأساس الجديد طبعا هناك تطبيق عليها إذا أردت أن أغير l-o-g-a للعدد النبري فإنني أستطيع أن أكتب هذا l-o-g-a-x على l-o-g-a-r-t-m الأساس القديم للأساس الجديد ولكن اصطلحت أنا إذا كان الأساس e أن أرمز له بln فأستطيع أن أكتب مكان هذه بln ومكان هذه بln فنحصل على هذا هو lnx على lna إذن معنات أن الأدات التي تغير لي الأساس هي عبارة عن هذه الأدات وهذا هو الدستور إذن هذا الدستور الأساسي بالاعتماد على هذا الدستور أستطيع أن أدرس أو أنقل جميع خواص اللغارتم الطبيعي إلى اللغارتم العام مثلا إذا أردت أن أشتق فما هو مشتق إذن ما هو مشتق l-o-g-a-x لإشتقاقها نشتق العلاقة ما هو مشتق l-o-g-a-x على l-o-g-a طبعا واحد على l-o-g-a هو عبارة عن سابت يمكن إخراجه خارج عملية الإشتقاق ومعي مشتق لغارتم ولكن مشتق لغارتم ومن الإشتقاقات الشهيرة وواحد على x طيب إذا عندي l-o-g-a-x إذا أردت أن أشتق l-o-g-a-f-x مثلا كيف أشتقه إذن إذا أردنا أن أشتقه ما علي غير أن أكتب هذا بالجدالات اللغارتم الطبيعي l-n ل-f-x على l-n لل-a وهذا مشتقه واحد على l-n-a يمكن إخراجه خارج عملية الإشتقاق لأنه سابت وبقى عندي مشتق l-n-f-x وهذه نعلم أن واحد على l-n-a بهذا مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم فنحصل على الدستور الذي يحسب لي المشتقات إذن يمكن بواسطة هذه العلاقة نقل كل الخواص لللغارتم الطبيعي إلى اللغارتم العام وعند كان سلاسة خواص اللغارتم الجداء دالتين هو اللغارتم الأولى زائد لغارتم الثاني لغارتم قسم الدالتين هو اللغارتم البص سالب لغارتم منقام ولغارتم a مرفوعة إلى قوة يمكن إنزال القوة إلى ما قبل اللغارتم الآن نأتي إلى المثال التالي إذا كان عندي الف يساوي إلى اللغارتم ما هو مكتوب أساسه للجزر هذا قبل إجراء عملية الاشتقاق دائما وأبدا نجري عملية إعادة كتابة للدال المستكملة فلو أعدنا كتابة ال O G هذا يكتب على شكل أس 2 إكس زائد 5 للتربيع والكل أستلت الجزر يكتب على شكل أس طبعا قوة قوة هي عبارة عن حاصل جداء القوتين يعني 2 إكس زائد 5 أس 2 على 3 من خواص اللغارتم الآن أحصل على الكتاب النهائية في الإكس يمكن أنزال الأس قبل اللغارتم فتكتب بهذا الشكل إذن الآن هذا ما هو مشتقة لغارتم G وليست لغارتم الإكس إذا نطبق عليه القاعدة اللي أمامي هذه إذن إن مشتقة الـ ما هي إلا عبارة 2 على 3 ليس لها علاقة الواحد على لغارتم الأساس أساس هذا اللغارتم غير مكتوب وأخذنا الصلاح إذا لم يكتب فإن أساس هو 10 إذا 1 على لغارتم العشرة بمشتق ما بعد اللغارتم مشتق 2 إكس زائد 5 هو 2 على ما بعد اللغارتم على 2 إكس زائد 5 إذن هكذا هو طبعا 2 ضرب 1 ضرب 2 هي 4 3 ضرب لغارتم من العشرة ضرب 2 إكس 3 ضرب لغارتم من العشرة ضرب 2 إكس زائد 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته